بسم الله الرحمن الرحيم انا اجاوبك بكل صراحة بس اول شي عندي انا مشكلة يجب ان ساعدني في حلها بداية لانه انا جيت الاربي اليوم على ان اعود يوم غد او الى بغداد جيت بعمل بسيط النتيجة يبعثوا لي رسائل يقول لي على شنو جاي مرح تقدر توصل للبيت طيب شلون انا ابقى باربي الان ارجع الى بغداد يقول البغداد مقطعة كلها يعني هاي مشكلة يا ريت لو هم ساعدني بحلها يعني والله سيد سرمد لا انا رئيس حكومة ولا انا عضو برلمان ولا انا مدير مرور حتى افتح لك الطرق لا 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 استاذ احمد لا المشكلة اصلا يقولون بس صبات يعني ما بها مجال اقولون يا با ولا اني تينتي حتى افجر لك صبات سيد سرمد ما يعني يعني والله اكو حزن اعود الى سؤالي سيد سرمد اعود الى سؤالي رجاء انت كمواطن عراقي من الذي يعطيك الامان لعائلتك لبيتك من الذي يمنحك الكرامة لبلدك تجاه كل هذه الخروقات القوات 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 الجيش العراقي والقوات الامنية بكل مسمياتها هي من تمنحني الامان لكن في ضل هذا العراق اصبح هذا الموضوع للأسف للأسف احنا بدينا اللي من الاول من بدايتها عندما سمحنا للسلاح المنفلت يتجول ويتحول ولا نعرف بيد من او بالاحرى تعرف القيادات بيد من لكن بدون اتخاذ اجراء حقيقي الان شوف بس من هذه قناتكم انا يمكن 10 الى 15 مرة متكلمين على السلاح المنفلت اتخذوا اجراء اتخذوا اجراء خلوا خطط خلوا وهاي النتيجة هسا احنا منه منه تعرف اليوم اليوم بالخضراء قصف على اربيل بالله السمان قصف اربيل واضح ايران اعترفت الحرس الدوري قالوا ضربناهم بتلاتة وسبحين صاروخ اريد اعرف السيادة وين راحك ما اعرف مع العلم اليوم يعني المفوض هم يعني خلي نقول مؤيديهم او او في العراق هم اللي دايشكلون الحكومة هذا معروف يعني مدى اذكر فات شي لكن تنزل تلاتة وسبحين صاروخ على اربيل هسا هذي مشكلة الاعلام الامني اربع ضباط مئة وثمانتاعش جريح ويداعش مدني يعني على شنو نحتي على شنو نحتي شنو الشي الصحيح ان نتكلم بي ما هو ما اكو شي صحيح على شنو نتكلم ما هو عبارة عن فوضة هذه انا يا سميها فوضة ما اكو غير هل تأتي هذه الفوضة انعكاسا للوضع السياسي سيد سرمد بعد ترحيل بك ثانية اليوم القائد العام انسا ما اكتلي القائد العام لقوات مسلحة سيد القاظمي ربما بشكل مباشر شخص الخلل وقال بانه ما يحدث هو انعكاس الوضع السياسي في البلاد كيف ترى تأثير الوضع السياسي على الامن وهذا ايضا يعني تحدثنا عنه كثيرا عزيزتي اليوم بعد اذنك اليوم 28 بالشهر بعد 12 يوم يمر علينا سنة على الانتخابات وهم يقولون بانه نحن متمسكين بالدستور اي دستور متمسكين به طبعا هذا الخلل السياسي هذه الخربطة السياسية اللي نتكلمها باللهجة العراقية العامة ما احد ينطي الكل تريد تكسر ذراع الكل هناك ادوات مشخصة بين قيادة هنالك هذا يريد يمر ويشكل الحكومة غصبا على الطرف الثاني والطرف الثاني ما يرضى في هذا الشيء وموضوع من الصعب حل هسا اليوم مشينا مشينا نتخبو نائب رئيس ناس النواب شو وقت الاكراد رح يتفقون على ما يجيبه الرئيس جمهوريا وشو وقت الشيعة رح يتفقون على ما يجيبه الرئيس وزراء ها مهم الطرف الانتير والإطار ما متفقين طيب هذه الخروقات الأمنية داخل العاصمة العراقية كيف رح نعالجها كيف رح نعالجها وإحنا بعد ثلاثة يام يوم واحد عشر أيضا عندنا تظاهرات للتشريميين اشتركوا في القناة